لا، لماذا؟ أنا بصراحة لا أفهم ما الفائدة أنت لا تفعل شيئا، تجلس ولا تفعل أي شيء أنت لا تلعب بنفسك، أنت لا تتعلم أي شيء جديد ولا حتى تتقن ما تعرفه بخلاف مثلا إذا كنت تشاهد المصرى أو الملاكمة نعم، أنا لا أقول إن هناك فوايد كثيرة ولكن ربما تستفيد من بعض تقنيات رياضية قد تنفعك إذا اعتدى عليك أحد في الشريع على سبيل المثال وهنا ماذا؟ لا فائدة أصلا ولا يمكن تسمية هذا حتى تروحنا للنفس لأنه قد يزيدك توترا وحزنا وغضبا عندما تشجع أحد الأفريقى هو ينهازم وأنت تحزن وأنت تغضب ولا تستطيع أن تقدم أي تمساعدة لفريقك المفضل وتتعود بذلك العجز وتعترف في داخلك أنه لا فائدة لك أصلا ولا تأثير لك في هذه الحياة أنت مشاهد فقط ولا تلعب أي دور مهم في هذه الدنيا وأظن هذه الأشياء قد تجعل الإنسان ضعيفا ترجمة نانسي قنقر